إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أحبائي في الله فمع مجلس آخر من مجالس الإملاء بأبي يعلى الفراء نعيشه مع المجلس الثاني بمشيئة الله عز وجل وننتقي ولا نقرأ الجميع فرقم 14 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الزرع انظر هذا التشبيه شباهه بالزرع بالشجر الشجر المثمر لأن المؤمن معطاء من جهة وحيث ما حل أفأت ولكن هذا الزرع ينبغي له أن يفهم شيئا أنه سيبتلى لا تزال الريح تميله يفتلى فالرياح تضرب الشجر وتعصف بها وتميلها يمينا ويسار وكذلك المؤمن لابد أن يهيى نفسه وأنه عرض للبلاء ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز الأرز شجرة ما بها ناشفة لا تتقبل الليونة فالمؤمن إذا نزل به البلاء لان لكنه بقيت الشجرة أن تنكسر وإذا مال الجهة الأخرى بقي فهو لين يتقبل البلاء ويصبر عليه لكن المنافق حاله كحاج شجرة الأرز فماذا يحدث تنكسر لا تهتز حتى تستحصد أو تستحصد فإذا البلاء يظهر مباشرة في المنافق كيف يترك دينه مباشرة بينما المؤمن ثابت إلى متى إلى الممات والأمر الآخر أن المؤمن يتقبل البلاء وبالتعبير العصري يمتصه صابرا صامدا فإياك أن تظن أنك في هذه الحياة لن تبتلى كيف والأنبياء يبتلون ورقة ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث أحد بالذي بعثت به إلا وعودي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاءا الأنبياء وكيف نحن ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المر على قدر دينه سبحان الله لن ينزل بلا فوق طاقتك سوف يكون ضمن طاقتك رقم خمستاش قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد إن لكم عند الله عز وجل موعدا يريدوا أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة شو بدنا أكثر كل ما وعدنا به إيش أخذنا ويجرنا من النار فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل هذه عقيدة أهل السنة وهي رؤية الله يوم القيامة إذا دخل المؤمنون الجنة بينما أولئك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فانظر هذه المكافأة رؤية الله لا تعادلها للذه فما شيء نعطوه هو أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة حديث رؤية الله عز وجل متواترة كتب الإمام الضار قطني كتابا كاملا سماء الرؤية وهو مطبوع في مجلد وكتب أبو شامة المقدسي كتابا سماء ضوء الساري في رؤية الباري رؤية الله عز وجل ذكر الروايات والحديث التي تبين بالتواتر رؤية الله يوم القيامة من قبل المؤمنين من قبل المؤمنين طبعا أهل البدع أهل البدع ينكرون رؤية الله يوم القيامة وعلى رأسهم المعتزلة تقول الله لا يرى يوم القيامة وأهل السنة أتباع السلف يقولون الله يرى وجاءت فرقة متوسطة بينهما وهم الأشاعرة فقالوا الله يرى يوم القيامة لكننا ننفي صفة العلو عن الله المعتزلة قالت نحن ننفي صفة العلو ولا يرى يوم القيامة أهل السنة قالوا نحن نثب صفة العلو والله يرى يوم القيامة فسأل المعتزلة الأشاعرة إلى أين ينظر الرأي ها إلى أين ينظر الرأي إما أن تجيبوا كما أجاب السلفيون فتقول فوق فتثبت صفة العلو وإما أنكم تعطلون الرؤية فتصبح مثلنا أبن فعبصر فتصلت عليهم المعتزلة على الأشاعرة فبالتالي أحبائي في الله نحن نثبت صفة العلو لله ونقول أن الله يرى يوم القيامة رقم ستاعش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عاشراء يكفر العام الذي قبله انظر موضوع آخر هذه لذة مجالس الأمالي أن الشيخ لا يحصل نفسه في موضوع واحد يترك مواضيع متعددة في المجلس الواحد قال قال صوم يوم عاشراء يكفر العام الذي قبله وصوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله والذي بعده هذا يدل على شيء مهم في الإسلام ما هو ما هو هو مهم جدا أن العبادات مواسم التجار أهل الدنيا ينتظرون المواسم يقول لك يا شيخ أنا بشتغل شهر في السنة يسد عن طول السنة من منهم من قال أنا اشتغلت وسنة سدت عن عمري كله سنة فقط ربحت مليون خلص ما بدي غير المليون وسنة مواسم أهل الدنيا أهل الديانة نحن نسنا ضد الدنيا لكنها مطوعة لعمل الآخرة أهل الآخرة وأهل العبادات عندهم مواسم ومنها موسم صوم يوم عرفة ويوم عشراء وتسعاء وكذلك ليلة القدر وربك يخلق ما يشاء ويختار الله خلق الزمان والمكان والإنسان وفضل بعضه على بعض هذه قاعدة مهمة جدا وبالتالي أكثر موسم لطلب العلم هو سن الشباب فمن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته سن الشباب لكن ومع ذلك القاضي عياض طلب العلم بعد الأربعين فأصبح إماما توفيق من الله فأنا أستغرب شاب لا يقرأ ولا يحفظ ولا يدرس ولا يقضي أوقاته في المكتبة ولا يلبس النظرات عينيه ما شاء الله مرتحات تعليش طيح ولا حول ولا قوته أهل الدنيا بيعكسوا عليه شو بقولوا له وإحنا بشبابك كنا ندوم 12 ساعة وأربع طاعة وشريت قطعة أرض وبنيت علي إيه 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 أذن أهل الدنيا بهلكوك ذا كن مع أهل الآخرة مواسم الطعاة يا طالب العلم فهو واحد مواسم طلبة العلم ماذا؟ وقت الشباب اثنين اثنين ما هو الموسم الثاني لطالب العلم لا حول ولا قوته لا تعرفون مواسم طلاب العلم الثاني وهو اثنين وهو لقيا العلماء ومجالستهم ومرافقتهم حتى قالوا عن أحد الروا وطلبة العلم كالسفنجة وهو نوع من أنواع الطيور حتى اسمه لم أضبطه تماما قال هذا يتصف أنه إذا نزل على شجرة لا يغادرها حتى يأكل ما فيها رعى شجرة ثانية لا ما ببطو ما سيش؟ خلقا فكان إذا التقى بشيخه بشيخ يحضر له مئات الأسئلة حتى قال أحدهم له بعد أسبوع يا فلان تحول عني فقد استنزفتني ما ظل عندي مخبقات كل العلم الدقائق اللي عندي أخذته في أسبوع وبعض الناس لو يشوفك سنين وما كانك إيش رعى بارش يسأل أو يسألك سؤال والله صار معي يسألك دقائق الإمام أحمد عندما التقى بأبي زرعة الرازي وكان قد مر ببغداد ترك التسبيح أدبار الصلوات وترك صلاة السنة يا إمام أحمد يترك صلاة السنة قال الآن وقت التقى بأبي زرعة بس يروح بزرعة من صل السنة الكثير لكن إذا عطلنا الآن عن أبي زرعة شو؟ راحت علينا العلم فيسأل نفسك هل تلتقي بالعلماء وتبحث عنهم وتحصل وتأخذ المخبئات التي عندهم أم أنت نفسك شو مالك مكانك روح ولا حول ولا قوة إلا بالله فلان والله أنا تلميذ الشيخ الفلاني لثلاثين سنة أمتاز شو أخذت من المخبئات شو المخبئات؟ ومحطرها الدرس وبهزر أصي في منك فائدة حالك حال المبتدئين مع الشيخ شو الدقائق شو عندك معلومات دقائق هون بتميزوا الطلبة وشو الفائدة؟ مشكلة إليك عشرين وثلاثين سنة مع المشايخ لا تقرأ ولا تحفظ ولا تدرس ولا تسهر ليل طويل مع طول الليل تحفظ وتدرس وتقرأ وتزهج كمان لكن تحتاج إلى الهمم فبالهمم تصل إلى القمم هذا الفرق بين الطلبة بين تلميذين بين عند الشيخ لكن هذا تلميذ همم فرفعه الله والآخر كسل مكانك إيش راوح وصل درجة بعض الناس الكتاب أمامه عاش ومات وهو بشفقته فراش علي مكتبة أبوه ولا مكتبة أخوه أحد طلبت العلم شارع كتب وقل له جزاك الله خير تحكين كيف أنت والبحث قال شيخ أنا شريط على الورثة شو لا الورثة كل عمرك 25 سنة من هسا بدك تموت يعني فكر بالمور فبطلب علم بس تموت بنتقل يعني قال بحظر لبين للورد هذا كلام 25 سنة سنة الورد تحصل العلوم وتقرأ وتحفظ جاء تتكسر الآن الهمم طيب إذن المواسم قال عن ابن عمر قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشوراء وأمر بصيامه إذا في بداية الإسلام كان فرضا صيام عشوراء فلما فرض رمضان ترك خلاص أصبح رمضان هو الفرض وصيام عشوراء فقط نافرة عن أكرم قال حدثنا أبو هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا قضى الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقول ما في نقاش سمعنا واطعنا كصوت السلسلة على الصفوان وهو إيش حجر الأملس فذلك قوله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال ومسترق السمع الملائكة سمعت لست في ناس إيش تسرق تسرق إيش تسرق إيه المعلومات اللي بدأت تكون في المستقبل سقط الله بالأمر وسمعة الملائكة الأمر في ناس بكون بتلصص بسرق يعني حتى في الأخبار الغيبية في حرمية وما كان في حرمية الله يسترقون السمع ربما أدركه الشهاب وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يعرف في شهب وماذا كماله بيطلع يسرق السمع قبل أن يرمي إلى صاحبه بها وربما لم يدركه الشهاب حتى يرمى بها إلى صاحبه بأخذ المعلومة بروه بعطينا مين لصاحبه الذي يتعامل معه فيخبر الناس بها فتحصل هذا معناته إيش ولياذ بالله بعلم الغيب ولياذ بالله فيرمي بها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تلقى على فم ساحر أو كاهن بما أنه عنده معلومة صح فبده يكذب معه 99 كذبة لأنه كيف الناس أول معلومة يقولك صح صح معناته الباقي إيش اكذب فيكذب معها مئة كذبة قال فيصدق هيك الناس ويقول ألم يخبر يوم كذا وكذا بش يوم الفلان حتى خي مرة خلاص معناته كل كلام إيش صح ويوم كذا وكذا فوجدناه حقا وهي الكلمة التي سمعت من السماء هذا الحديث حتى نبقى على حذر من الكهنة والسحرة والجهلة الذين يزعمون علم الغيب طب 19 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة في قلبه صلى الله العافية أثر الذنوب على القلب نكتة سوداء فإذا تاب سقل قلبه شوفوا الرحمة فيه في تذنب نعم نذنب ناكي شو حالك بتتوب ولا ما بتتوب في توبة سقل قلبه الملك يبقى ينتظر إذا ارتكبت الحسن الملك بكتبها لكن الملك الموكل بالسيئات إذا ارتكبت سيئة شماله قال فينتظر ست ساعات أكتب نا عطيس سنة بتوزتوب إذا كتبت خلص ونقد تمحي وإذا بيش شوفوا الرحمة الله عز وجل بنا يا جماعة ليش ما نتوب شو المانع مين فينا بغلطش مين فينا باذنبش فإذا زاد زادت حتى يسودق البخ أهل المعاصي الجماعة والله ما من حب نشوفهم وجوههم يظهر عليها السواد معصية وراء معصية يصبح شخص منبوذ عند أهل الديانة والاستقامة بينما في الوسط الإعلامي يقال عنه البطل والنجم والفنان ولا حول ولا قوة إلا بالله أمة نجومها السقطة كيف تفلح إذا كان رؤية أهل المعاصي عقاب لأهل الديانة انظر رؤية أهل المعاصي عقاب لأهل الديانة جريج العابد عندما دعت عليهم وماذا دعت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه الممثل وشوها العقاب ما قالت تنكسر رجله تنكسر ايده هذا لسه عقوبة فيه اشد وان يرى اهل المعاصي ما تفرح تقول والله انا نفسه اشوف شكله شكل مين المعاصي ما بدك هاي الرؤية لا رجل ولا امرأة فذلك قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا اكتبوا رقم 22 عن حمد بن سلم عن أيوب السخياني قال انظر من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوفقى ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق مفهوم المخالفة من يجرأ أن يتكلم عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فيه صفة من صفات النفاق صلى الله العافية ولذا فبعض أهل البدع يمدح أبا بكر وعمر ولكن يطعن في أبي وريرة وقابلت أحد المبتدعة فحاول أن يظهر أنه يمدح على الصحابة وانا أعرفهم أنهم لا يعظمون الصحابة قال يا شيخ الصحابة ما منختلف عليهم وكلهم عدوة بس بدي منك راوي من هذو أولاء الرواه قديش عدد الرواه قلت له بالألوف قال بس بدي نطعن في هالراوي نطعن فيه وأنا بسلم لك إيش كله خير قلت له راوي واحد يعني ليش واحد مين هذا الواحد قال الزهري مين محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة بن كلاب القرش أبو بكر الحافظ الفقي متفق على جلالته وإتقانه مات سنة 25 ومئة تحكي عن الزهري جامعة أولوف الأحاديث رواه معناة الطعن في واحد تطعن في أكثر من ألف حديث في البخاري فإذن هؤلاء أهل البداء يتلونون قال لك ما بتطعن في أبو بكر ما تطعن في أبو غريرة لا بديش أطعن في الصحابة لا 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 حرام محترمين طبيب كويس يتأبو سنة لا لا مش في عنا هذا الزهري يا رجل بس هو هو بمثابة جامعة يحدث ويسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله عن سعد بن أبي وقع ثلاثة وعشرين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العباس ابن عبد المطلب عم نبيكم طيب شو الفايدين هذا ثناء وفضل للعباس والنبي صلى الله عليه وسلم لما يمدح يمدح لكي يعرف فضل هذا الشخص اثنين إذا تكلم أن يسمع كلامه ثلاث إذا غاب أن يحفظ أثروه تكتب أجود قريش كفا وأوصلها هذا مقياس الرجولة وهو الجود والجود أعظم شيء في إيش في إيش اللي بعرفه يرفع يدو دا يا عم أعظم شيء في الجود ما هو أن تنفع دين الله بمالك بعلمك يعني مثل هذا الدرس البيت هذا بإذن الله من خدم الدين الله صلى الله أن يبارك فيه تدخل فيه الملائكة شئتها ما بيت بيتك بدك تدخل الملائكة قيم فيه درس انظر أنت جاي على الدرس ما عندك قدرة بعيد حطيت بزينات جبت أخي لك في الله إذا المالك خدمت دين الله بدك تخدم دين الله واحد أجعل الدرس معه شكتاب شريت له كتاب خدمت دين الله واحد صاحب ديانة شغلته حتى يبقى يحافظها صلاة الجماعة وذكر الله وأوامر الله إذن أكثر ورجل نفع دين الله بماله من أبو بكر أبو بكر عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أبو بكر أكثر أبو بكر أكثر اسأل نفسك هل تخدم دين الله بمالك إيش تخدم دين الله اسأل نفسك الناس بقول عنك شيخ متشدد وأنت وضعك وضعك صعب هل تخدم دين الله بمالك كيف أذكر صور للأسف نرى بعض العوام يخدم دين الله بماله أكثر من بعض طلبة العلم عوام يسبقون ما فشروا عفظا بهالكلمة هذه عامية لكن نقصد بها أنهم لن يصلوا إلى طلبة العلم فلذا طلبة العلم أيديهم هي العليا ولا يقبلون أن تكون أيديهم سفلة فإذن رقم ستة وعشرين قال كان سفيان يقول سفيان مش أنا سفيان مين الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة ثقة حافظ إمام قدوة فقيه شو بدك لك كان يقول صنفان إذا صلح صلحت الأمة منهم وإذا فسد فسدت الأمة مين همه قال السلطان والعلماء إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن جماعة كنا في نزال وإحنا مشيئين في الشارع يبيعوا مخدرات في الشارع فطلع قرار وأعلنوا سنضرب بيد من حديد على تجار المخدرات خلال ثلاثة أيام نضفة نزال خلال إيه ثلاثة أيام لحمل الإسلاح قال طلوهم زي الفران من جحورهم عارفينهم طب كيف عارفينه بعناته ثلاثة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن طبعا أنا قبرت ناس أنصحوا وأعرفوا أتق الله وخاف ربنا مش أنا الحالي وغيري وغير ويحكو جاب نتيجة قل إن شاء الله يعني المليح فيهم إيش يقول لي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يتعيدنا والله قرائح وفي ناس والله ما قدرنا نحكي معه حطي اللي مسدسين عجنبه ومسطل ولا يقول لك ما عليش يا شيخ بعد إذنك بضطخك طرعا عليك ما فيش مشكلة يعني مش حريفة الدنيا يعني بس عنا جبنا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وكذلك العلماء ما بصير العلماء يظلوا في جحور أو في برج عاجي لابد أن يعيشوا مع الأمة ينفعونهم ويحلون مشاكلهم ويرشدونهم ويشجعونهم قال ابن القيم كنا إذا امتلأت قلوبنا بالشبهات فزعنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية سن عمه شويسا فزعنا إلى ابن تيمية ينظف كل الشبهات من قيم عالم لكن بالزمين ابن تيمية خصوصا في ذلك الوقت يستطالب فيدعو إلى الله يذهب يناقش أهل البدع أهل البدع بعطوه مئة شبهة بيجاوب عشر عشرين ثلاثين خمسين بس فيه شغلات شمال هداخلات مش راضي تطلع فبإن حال يروح لمين لا ابن تيمية تعال نظفك أقعد واحد اثنين ثلاث اربعة فالعلماء إذا صلحوا صلحت الأمة وإذا فسدوا فسدت الأمة ما أوجب الله على طالب العلم أن يتعلم حتى أوجب على العالم أن يعلم وهكذا حال العلماء في كل زمان يعيش مع الأمة ويعلمونهم أسأل الله أن نكون نحن وياكم منهم نختم رقم سبع وعشرين عن صدق المقابر قال كان في نفسي على أحمد بن حنبل رضي الله عنه طبعا يعني مع أنه هذا أحمد من حنبل العالم لكن هذا التلميذ كان في نفسه شيء على الإمام أحمد مشهر يعني في شوي قال فرأيت في النوم ربك جل في علا بده ينقذ هذا التلميذ وبدو يطهره قال فرأيت في النوم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وهو آخذ بيد أحمد بن حنبل وهما يمشيان على تؤده ورفق وأنا خلفهما أجهد نفسي هم يمشيين عمهلهم وليش باركوا بس بش ملاحقهم وأنا خلفهما أجهد نفسي أن ألحق بهما فما أقدر فلما استيقظ ذهب ما كان في نفسي قلت والله ربك بعتلي اللي إيتي طهر قال بكيف أنا بعمل على هذا العالم الداعي إلى السنة ثم رأيت بعد عاود في يوم آخر كأني في الموسم أي في الحج وكأن الناس مجتمعون فنادى مناد الصلاة جامعة فاجتمع الناس فنادى مناد يا أمكم أحمد بن حمل فإذا أحمد بن حمل يصلي بهم وكنت بعد إذا سئلت عن شيء قلت عليكم بالإمام أحمد الإمام أحمد ابن حمل رحمه الله إذن أحبائي في الله رؤية المنامات لا ينبني عليها أحكام لكنها تأتي إما بشارات أو تحذيرات ولم يبقى من النبوة إلا المبشرات إراها المؤمن أو ترى له فأحمد الله فأحمد الله عز وجل نسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن يستمع القول فيتبعه أحسن ومن كان عنده سؤال أو استفسار فنستمع له بعد استراحة لدقائق قليلة وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَصَلَى اللَّهُ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدُ وَالْأَيْرِي وَسَحَبِهِ ترجمة نانسي قنقر